لكن تعال بقى نروح للناس الموضوعية الناس الموضوعية اللي عارفة قدر وقيمة النادي الاهلي الناس الموضوعية اللي تقدر تتكلم عن النادي الاهلي وتمنحه حقه على رأسهم طبعا هنبدأ ببيب جورديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طبعا يعني احد ابرز العلامات في التدريب اللي هو مدرسته وفلسفته الخاصة حتى لو بيستعيد بعض المدارس والفلسفة التي كانت قديما في كرة القدم ولكن في النهاية مدرب له ثقل في العالم في مجال كرة القدم شوفوه بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي عشان تعرفوا اللي بنستعرضهم من من يقللوا من النادي الاهلي بعيد بعيد قوي 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 عن فكرة المنطق او حتى الوعي للرياضة المصرية او حتى العالمية نشوف ببيب جورديولا ونرجع معاق المشاكل لا يزال وقت لا يزالي لله ليس تجربة لأيه المشاكل لأيه العالمية لأنه في تلك جميع المدارسي لأيه المشاكل لأيه المشاكل لأيه؟ وكيف قد تتعلم وكيف تتعلم كم قائمة في كاربال وقد أشعر أنها تتعلم هنا من الكثير من الناس وقد رأيت تقريباً في عملاق عام الأربية وكيف كانت تتعلم كم قائمة في البعض كانت جميلة يعني بص هي ممكن يكون تقريباً 25 سنة بس جواه كلام كتير قوي 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 ممكن يتقال كلام كتير لو هتبدأ عن الشعباء اللي يعني خضنا فيها حلقات وحلقات وهو بيقولك لم أجد في مصر حد يعني مفيش حد ما تكلمش عن نادي الأهلي معايا مفيش حد ما تكلمش عن قوة النادي الأهلي معايا بالتالي كان فوز النادي الأهلي على الفريق العربي ودي لازم نقف عندها بشكل واضح جداً هذا الفريق العربي لازم نكن ليه كل تأدير واحترام بالتأكيد فريق التحق جداً بيحمل محترفين كان لهم صوالات وجولات في أوروبا منهم كريم بن زيمة الحائز على البالوندور يعني أنتم متخيلين وفابيني وكانتي ولعيب أكبار حتى في البريمير ليج لما جاء اتكلم بيب جورديولا قالك النادي الأهلي وهو بيفوز على الفريق العربي ده له وزنه ده اسم له ثقل عند كل متابعة قرة القدم في العالم وبالتالي النادي الأهلي بيذكر باسمه مع بيب جورديولا وبعتحدث أن فوزه لم يكن مفاجأة وأن كمان وجوده في مصر أشعره قد إيه أن جماهير مصر كلها أهلوية مدعمين بشكل واضح عشان كده فكرة أن البعض يجي يتحدث عن فكرة شعبية ونعمل استفتاء ده كلام بالنسبة لي عبسي كلام بالنسبة لي فكرة بقى وكالة الأهرام أو وكالة مش عارف إيه كلام كله بتقضي عليه كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي في مشواره المنديالي وبعض الموضوعين فارس وأي موضوعي هيجي يتكلم وتيجي تقوله أصلاحنا عندنا بعض الأندية بيحاولوا يتساوي مع النادي الأهلي والحقيقة واللي احنا متفكين عليها بالتأكيد أن وضع اسمهم مع النادي الأهلي بيعلم من البراند معهم أي نادي في أفريقيا وجوده مع النادي الأهلي بجملة بيعلم من اسم البراند التالي خلينا نكون مباشرين إعلاميا يعني آخر 20 سنة أفضل حاجة أو أفضل مكتسب اكتسبوا الأندية الموجودة في مصر هي وضعها في كلمة منافس مع النادي الأهلي والكلام يا جماعة عن وكالة الأهرام والرعاية هو ده أصلاً اللي جاب للأندية ده رعاية فكرة النواة بينوشك أنا لما باجأ أتكلم على حد باتكلم على حد في حتة تانية خالص أنا ممكن نادي كل 10 سنين بياخد له مرة دوري وممكن أعد بالـ 25 سنة ربع قارن ما أخدش بطولة الأكبر في أفريقيا معرفش كاسي العامل الأندية ولا الفرق فيه غير في البلاي ستيشن لو حبيت أعمل دورة ممكن ألعب مع الستي مع بيرن ميونيق في البلاي ستيشن عشان أنا راجل ده حلمي وتخيل أتحط أجي أقعد بقى أقولك إيه رعايتك ليه أكبر مني المفروض ده أنا وإنت أنا بقى رعاية مع بعض هو أنت ليه يا ابني تاخد في البس أكتر مني المفروض ده أنا وإنت أنا أخد فالعمل أصلاً للناس دي رعاية وبس والكلام ده إنه هو بتحط في جملة فيها مقارنة معاك يعني تخيل مما تيجي تلاقي في لبي ميلو المدافع يا جماعة اللي لعب في اليوفي ولعب في الإنتر ولعب في بالميرس راجل يعني مدافع من المدافعين الكبار ودولي منتخب البرازيل فلما يجي يتكلم عن نادي الأهلي والعظمة النادي الأهلي وهذا الفريق هو ريال مدريد أفريقيا اسأله كده عن اسمه أي فريق تاني في مصر اسأله عن اسمه أي فريق تاني في أفريقيا لما تيجي تلاقي اللي أنت بقى قسامة كنت بتتكلم فيه جوريديولا بيب بيتكلم ويقولي عن نادي الأهلي وعشان كده جماعة معه المشكلة أن جوريديولا ما بتفرجش عتامر بدوي جوريديولا هذا المدرب العالمة الفريقة في تاريخ كرة القدم ما قالوش الأهلي انت بتحذر إيه ده لقيلة الأدب دي